الرصاصة التي تستقر في صدر متظاهر عراقي مصدرها بندقية مأجورة صنعت في إيران ودفعت كلفتها من ثروات العراق هذه حقيقة صارت أوضحة من نبأ منقول أو خبر مسرب يدركها الشارع العراقي وتكرر تأكيدها التقارير العالمية أحدث تلك التقارير كان لمعهد واشنطن للدراسات صلت الضوء فيه على تحكم ميليشيات الحشد بمفاصل السلطة في العراق عسكريا وسياسيا واقتصاديا وتوليها مهمة قمع أي غضب شعبي ضد حكومة الفساد والهيمنة الإيرانية ويرى المعهد أن محاولات تزين صورة الحشد وإظهاره كالبطل المحارب لتنظيم الدولة قد فشلت وسقط القناع عن الوجه الحقيقي لتلك الميليشيات بأول رصاصة وجهتها لصدور المتظاهرين وفصل المعهد في عدد من جرائم القتل والاعتقال والتعذيب التي طالت حتى النساء الناشطات بتوقيع المسلحين الذين استشاطوا غيظا عندما رأوا صور الخميني في البصرة تحترق بنيران الجموع الغاضبة ميزانيات ضخمة خصصتها الحكومة في بغداد لدعم ميليشيات الحشد بأمر من نظام طهران الذي تولى تدريب آلاف الشباب العراقيين في معسكرات داخل إيران وخارجها وصمم عملية أدلجتهم ليكونوا وقودا لحروبه ليس في العراق فحسب وإنما في سوريا واليمن وكل بقعة يسيل لها لعاب المطامع الإيرانية تقرير معهد واشنطن جاء معززا لتقرير سابق لصحيفة الديل التليغراف البريطانية فصل الحديث عن هيمنة إيران على المشهد العراقي باستخدام أذرعها العسكرية التي حملت اسم فرق الموت وهذا وصف يختصر المشهد على الأرض أينما حلت تلك الميليشيات حل الموت والخراب نهب الاقتصاد أولا والتحكم بالسياسة ثانيا وممارسة الطائفية في أبشع صورها ضد المنكوبين في المحافظات المدمرة وأخيرا وليس آخرا القمع والإذلال للبيئة التي افترضتها حاضنة شعبية لها فرق موت ضد الشعب وللمفارقة سمت نفسها الحشد الشعبي اشتركوا في القناة